نروح لمجاز الأنباء مع هلال حملية وإليك هلا شكرا هبا التاسع صباها بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات التي انتهت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وأوضح مجلس الأمناء أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني حيث تم دمجها في التوصيات دون استبعاد رأي أو مقترح أكد مصدر رفيع المستوى تمسك مصر مجددا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فلادلفيا وأضف المصدر أنه لا صحة شكلا وموضوعا لما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية عن موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فلادلفيا قال وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين إنه سيتوجه إلى مصر وقطر للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة المحتجزين ووضع الجميع على مصار أفضل نحو السلام والأمن الدائمين وكان بلينكين قد أجرى محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب مطالبا الجميع بتجنب اتخاذ خطوات أو إجراءات تساعد التوتر وتوسع رقعة العنف مضيفا أن التوصل لوقف إطلاق النار هو الوسيلة المثلى لإطلاق صراح المحتجزين رحبت طهران بالجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية تملك القوة اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن مشيرة إلى أن الأمر بات في يد واشنطن لتثبت أنها جادة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بغزة كما لفتت إلى أن تهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتدعم جهود وقف إطلاق النار بغزة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس ومخيم العين غرب الضفة الغربية المحتلة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت وأفادت مصادر محلية أن جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في حارة القرعان داخل مخيم بلاطة كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة طوباس وبلد الطمون واعتقلت عددا من الأشخاص أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف ثقنة راميم بالأسلحة الصاروخية موضحا أنه حقق إصابة مباشرة وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك أضرارا في عدد من المنازل والسيارات إثر سقوط صاروخين على مستوطنة مارجليوث شمالي إسرائيل وأعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في شمال إسرائيل إثر هجمات حزب الله على المنطقة مشيرا إلى أنه اعترض عدة هجمات بطائرات مسيرة على شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين للتصويت للحرية والديمقراطية عبر انتخاب كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة وشدد بايدن خلال كلمته أمام المؤتمر العام الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو على أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لدفع البلاد نحو الأمام هذا وأكد بايدن أن المتظاهرين الذين يحتجون على الحرب الدائرة في قطاع غزة لديهم وجهة نظر محقة مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب وكان عدد من المتظاهرين من حركة التخلي عن بايدن قد رفعوا لافتات احتجاج كتبوا عليها أوقفوا تسليح إسرائيل بعد دقائق قليلة من بدء الرئيس جو بايدن خطابه وسرعان ما تم انتزاع اللافتات بعيدا عن المتظاهرين وتم إطفاء الأضواء في ذلك القسم من المؤتمر وكانت المجموعة الاحتجاجية قد شنت حملة ضد إعادة انتخاب بايدن منذ بداية الحرب على القطاع انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر